موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بشأن المحلي حيث التقى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي مع ممثلين من الحكومة اليمنية في عدن للتحقيق في أوجه صرف الوديعة السعودية وعملية الفساد التي أثيرت حولها وذكرت مصادر اقتصادي أن فريق الخبراء برئاسة ديبي والسيدة روانتيكا يجري تحقيقا بشأن أوجه صرف الوديعة التي أثيرت حولها تقارير عدة بشأن تلاعب رافق عملية صرفها وسبق لفريق الخبراء الدولينا في تقرير السابق أن كشف أن عمليات صرف الوديعة السعودية شابه عملية فساد وتبديد في غير مصارفها التي خصصت من أجلها قبل أن تزعم الحكومة بتراجع الفريق عما ذهب إليه في تقريره كشفت مصادر النفطية أن تجارة النفط في اليمن خلال الحرب خلق ثراء فاحشا لكبار قيادة ميليشي الحوثي مؤكدة أن الشركات النفطية الحوثية المستحدثة تسيدر على 60% من سوق النفط في البلاد وأصبحت بديلة لإستيراد النفط إلى اليمن وتضيقها لشركة النفط الرسمية وشركات الأخرى المتخصصة في عملية الاستيراد وأضافت المصادر أن قيادة الحوثية تستغل بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها رغم أنها تحصل على هذه الكمية بأسعار رسمية مخفضة وتشهد العاصم الصنع وبقية مناطق سيدرة ميليشي الحوثي أزمات من مشتقات نفطية متكررة فيما تزدهر السوق السوداء في بيع المشتقات بأسعار باهظة بهدف تحقيق الثراء لقياداتها وتمويل ما تسمي بالمجهود الحربي على حساب المواطنين أعلنت الحكومة لبنانية رفع السعر لرسمي البنزين 95 بنسبة 66% في خفض جزئين لدعم الوقود بعد أزمة شحن حادة في المحروقات مستمرة منذ أسابيع وكانت الرئاسة اللبنانية وافقت على تغذية دعم عاجل واستثناء المحروقات بمبلغ 225 مليون دولار لتمويل قيمة الفرق بين سأل سرف الدولار والسأل المؤتمد بـ 8000 ليرا للدولار لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلية وصيانة معامل الكهرباء حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل كشف تقيرون دولي أن المنطقة العربية سجلت على مستوى بطالة في العالم وصل إلى أكثر من 14 مليون عاطل من دون احتساب تدعية جائحة كورونا ما يوضح عدم قدرة سوق العمل العربي على خلق فرص عمل عادلة وكافية وقال تقير الصادر عن نظمة العمل الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إن ارتفاع عدد العامل في القطاع غير النظام التي تبلغ حوالي ثلثي إجمال لدى العاملة العربية جاء بسبب تغييرات الديمقرافية السكانية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي ويواجه نحو 40 مليون عاملا في قطاعات صناعة وظيافة والعقارات والأنشطة الإدارية خاطر التسليح أو تخفيذ الأجور بسبب الجائحة وأخيرا حقق ناتج المحل الإجمالي في الجزائر نموا بنسبة 2.3% في ربع الأول من العام الجاري مدعوما بأداء أفضل في قطاع الطاقة بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام ويعتمد اقتصاد الجزائر بقوة على نفط والغاز الذي يسهم بأكثر من 90% من إجمال عادة التصدير و60% من ميزانيتها اشتركوا في القناة